الله من الشيطان خافت من بعدها نشوسا أو عراضا فلا جناها عليهما أن يصلح بينهما صلحا وصله خير وهوذرت الأنفس شوحا وإن توصنوا وتتكوا فإن الله كان بما يتعملون خبيرا من سورة النساء الآية المئة والثامنة والعشرين ولمعنى ربنا عالم هو وإن علمت مرأة من زوجها ترفعا عنها وتعاليا عليها أو منشرافا عنها فلا إثم عليهما أن يتصالها على ما تطيب به نفوسهما من القسمة أو النفق وصله أولى وأفضل وجبلة النفوس على الشوح والبخل من التفسير الميسر صفحة التاسعة وتسعين وهذا وثمان بن عفان الصحابي الجليل الذي اعترف بما آتاه الله من الرزق قائلا فأقبلت الدنيا عليه حين رأيتني حتى رأيتني لو رفعت هجرا لتواقعت أن أجد تأتو ذعب أو فضة من كتابي مبادئ الإسلام الجزء الثالث الصفحة المئة وتسعة وثمانين وقل الأستاذ علي لبن عليه ورحمة الله وفتنة النعيم شعبة الميروس قوية على النفس ولكن فتنة الفقر في رأينا حدنا من هذه منزلة ومرتبة لأن الفقر يفله بالصبر وبما يقيم أوده من الكفاف وما يصد الرمق بما تستقيم معه لحياة أو تكاد لكن فتنة لغنا لا ينجل إنسان منها إلا بالعتاه والبضل والسخاه والجود والكرم من نفس المصدر الصفحة المئة وتسعين ولقد عالم الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف سبيل النجاة من هذا الوبال وامتصل هو بعلام من لا يمتك عن الهوى صلى الله عليه وسلم فنجى من عظاب الله يوم القيامة فقد يقول له صلى الله عليه وسلم يا ابن عوفين إنك من الأبني وإنك ستدخل لجنة حبوة فأقرد الله يطلق لك قدميك رواه لجراء بن منحال وقال ابن الجوزي عليه ورحمة الله ولجراءه متروك الحديث ومثل هذا الحديث الباطل يتعلق جهلة المتزهدين ويرون أن المال مانع من السبق إلى الخير من كتاب المودعات المجلد الثاني الصفعة التاسعة أشرة فكان ابن عوف عباد الله يتاجر مع ربه فيربها الدنيا والآخرة ويغفر بالجنة فقد ورد أن عبد الرحمن بن عوف باع إلى عثمان بن عفان عوضا بأربعين الف دينار وقسمها على المسلمين وأمهات المؤمنين فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها من أرسل بهذا فقيل لها عبد الرحمن بن عوف فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحن عليكم بعدي إلا الصابرون ثم دعت فقالت سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنة رواته أم بكر بنت المسوّر وقالت شعيب الأرنهوج عليه الرحمة الله حديث حسن وقالت أم المسلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول لأزواجه إن الذي يحافظ عليكم من بعدي لهو صادق لبار ثم قالت اللهم اسقي عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة رواه لحق اللهم أن الحق وحق ورسكنا تبع وأن البعث لبعثنا ورسكنا شناب ولا تجعلهم التبسا علينا فنظل واجعلنا للمتقين إماما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفا وصلاة وسلام على المصفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سلك مسلكه وكتفى آثاره إلى يوم الدين أما بعد أدوك فنو الله أتركي فنو نبي صلى الله عليه وسلم نمي تيوباتوني وافي سيوق فوريري فنو ألقوم ينو الله ألقوم الله نبي أتيا ونالاتا وصحابة يبقى سيداد أتيا بهترافة ألقوم به أجوال تجتمع ليهما الأولJin اطفَا سيولى أجلك فع типа إن المشاء لذى الأطفال إنما يضرح اليوق لذى أقدر أم الدين من عبري لذى정ة اشه يومي اشتركوا في القناة 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 شكرا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر